فالمرحلة دي كنا بالفعل بدأنا في تطوير الشركة وكان من دورنا ساعتها ان احنا نمنع استمرار المهزلة دي شرحنا للناس اللي شرحناه لكم النهاردة بس بطريقة اكتر تفصيلا ومرناهم عليه ورجعنا النتائج كويس جدا السيئ منها والجيد منها واخدنا القرار بتعديل المصار والحمد لله نجحنا في ده لحد ما حصلت المشكلة الاكبر زي ممكن انت والفريق اللي معاك تاخدوا قرار غلط يضر الشركة كلها زي ممكن تاخدوا القرار غلط ده وكل واحد فيهم فاهم في التخصص شفت الحكاية دي بتحصل قبل كده؟ انا شفتها كتير جدا تعال احكي لك ده حصل ازاي تخيالوا معايا اجتماع في غرفة رئيس مجلس الادارة قاعد هو ومعاه المدير العام ومدير خدمة العملة ومديرة العمليات كنا لسه في الاول معاهم كبزنس كونسولتنس كاستشاريين نمو اعمال وتسويق وكنا في المرحلة دي مرحلة الاستكشافية بنسمع بس رئيس مجلس الادارة جيه معاها فكرة وعايز يجربها عايز يطبقها استراتيجية بيعتقد ان احد المنافسين بيطبقها وعرضها عليهم عرضها على الناس اللي موجودين في القوضة زي ممكن يكون الخبرات دي كلها موجودة في قوضة واحدة في غرفة واحدة وتاخد القرار غلط القرار اللي يدور الشركة والبيزنس المشكلة بتبقى في طريقة التفكير سواء الفرد او المجموعة هكملك الحكاية الحقيقية دي وقولك ايه اللي حصل ولكن الاول هتدي لك الادوات اللي تخليك تفهم الكارسة دي حصلت ازاي تأثير الركوب على العربة او الباند وجن افكت بيحصل لما الناس بتماشى مع معتقدات وسلوكيات المجموعة التأثير ده بيجي غالبا من الرغم في الانسجام والافتراض ان الاغلبية عارفين الصح ليسا مو الباند وجن افكت دي قصة لطيفة جدا هحكي لك عليها ولكن كمان شوي فيه استدلالين بيساهموا في تأثير الركوب على العربة او الباند وجن افكت الاستدلال التمثيلي واسمه الربرزنتفنس هراستيك واستدلال الاذبات الاجتماعي او السوشيال بروف هراستيك الاستدلال التمثيلي الناس بتحكم على احتمال حدوث حاجة بناء على مدى تشابهها مع اللي بيعتبروه مثال نموذجي يعني لو ناس كتير بيشاركوا في سلوك معين بيبقى ده شكله نموذجي بالنسبة للناس وعندنا استدلال الاذبات الاجتماعي في المواقف الغير مؤكدة الناس بتشوف سلوك الاخرين علشان توجه تصرفاتهم لو ناس كتير بيعملوا حاجة معينة بتبقى هي الفعل الصحيح بالنسبة للناس في الخصة بتاعتنا اوما رئيس مجلس الادارة عرض الفكرة بدأ المدير العام او المديرة يهز راسه بالموافقة للتأكيد على الفكرة وبدأت تاخد من كلامه وتأكد على الفكرة وهنا كان اول ظهور للوزير الفاسد للوزراء الفاسدون ولكن خلي بالك تأثير الركوب على العربة الباند وجن اففاكت هو انحياز ادراكي يؤثر على الفريق ونتيجة تأثيره على الفريق تؤثر على رئيس مجلس الادارة وبالتالي القرار ولكن اللي عمله الوزير الفاسد يؤثر على رئيس مجلس الادارة تأثير مباشر وقدرته على اتخاذ القرار تقولي ازاي؟ هقولك فيه تحيز تاني خطير جدا ليه دور مهم في الباند وجن افاكت او تأثير الركوب على العربة وكمان ليه تأثير كبير جدا على رئيس مجلس الادارة في اللحظة دي تحيز واحد بيقدر يضخم تأثير اي تحيز اخر وهو التحيز التأكيدي او الكونفرميشن بايس التحيز التأكيدي هو الميل اننا نبحث عن ونفسر ونفتكر المعلومات اللي بتؤكد معتقداتنا المسبقة ده بيخلينا نتجاهل الادلة اللي بتتعارض مع معتقداتنا مع اراءنا في القصة بتاعتنا هزت الراس والكلام اللي اكدت به على الفكرة بتاعت رئيس مجلس الادارة غزة التحيز التأكيدي اللي عند الفريق اللي قاعد وساهم في حدوث الباند واجن افاكت وكمان التحيز التأكيدي اللي عند رئيس مجلس الادارة عرفنا ان عندنا باند واجن افاكت عندنا ربريزنتفنس هراستيك وعندنا سوشيال بروف هراستيك واللي هم تأثير الركوب على العربة والتحيز التمثيلي وتحيز الاثبات الاجتماعي وكمان في التحيز التأكيدي طب التحيز التأكيدي دوره ايه وإزاي يشارك في القرار الكارسي في استدلالين بيسهموا في التحيز التأكيد في الكونفرميشن بايس والهم الاستدلال التوفري واستدلال بالارتساء دول اللي اتكلمنا عليهم في الحلقة اللي فاتت والهو الاستدلال التوفري بنحكم على الأمور بناء على المعلومات الأكثر توفر عندنا الأكثر توفر لدينا لو المعلومات دي دعمت معتقداتنا بنميل أننا نتجاهل الأدلة المتناقضة استدلال الارتساء أو الأنكرينج هراستيك بنعتمد بشكل كبير على أول معلومة بنقابلها بعد ما بنرتسي على اعتقاد أولي على المعلومة الأولية دي بنبدأ نبحث عن المعلومات اللي بتدعم الارتساء ده ونتجاهل المعلومات المعارضة الاستدلالين دول أو التوهراستيكس دول بيسهموا وبيبقوا سبب في الكونفرميشن بايس هكمل لك الحكاية وعرفت وعرفتي هنا أن القرار الكارسي ده ساهم فيه انحيازين إدراكيين متسببين أو مبنيين على أربع استدلالات عقلية وفريق فاسد ورئيس مجلس إدارة نرجع لاجتماع رئيس مجلس إدارة كانت نتيجة الاجتماع أن لما تم اعتماد القرار بالاستراتيجية الجديدة ولأن الفريق كله كان عنده كونفرميشن بايس عنده تحيز تأكيدية ومتأثر به بدأوا يدوروا على ردود الفعل والنتائج والبيانات الإيجابية اللي بتؤكد قرارهم وتجاهلوا ما يتناقض مع القرار بتاعهم بسبب الكونفرميشن بايس بسبب التحيز التأكيد وهي دي المشكلة في التحيز التأكيد وده هو التأثير المشترك لتأثير الركوب على العربة الباند واجن إفاكت والتحيز التأكيد بيخلق دور التغذية رجع فيدباك لوب بتعزز وتأكد اختياراتهم الأولية حتى لو كانت غلط وبتخلي تغيير المصار بعد كده صعب حتى لما بيكون ضروري فالمرحلة دي كنا بالفعل بدأنا في تطوير الشركة وكان من دورنا ساعتها إن احنا نمنع استمرار المهزلة دي شرحنا للناس اللي شرحناه لكم النهاردة بس بطريقة أكتر تفصيلا ومرناهم عليه ورجعنا النتائج كويس جدا السيئ منها والجيد منها وأخدنا القرار بتعديل المصار والحمد لله نجحنا في ده لحد ما حصلت المشكلة الأكبر فهم تأثير الركوب على العربة أو الباند واجن إفاكت والتحيز التأكيدي بيساعدنا إننا نتخذ قرارات أفضل من خلال التعرف على التأثير الإنحيازات دي الباياسيز دي علينا شجعوا التفكير النقدي ابحثوا عن وجهات نظر متنوعة وطبقوا عمليات اتخاذ القرار يبقى اتخاذ القرار له نظام في الشركة الوعي هو الخطوة الأولى للتخفيف من الإنحيازات دي من الباياسيز دي تقولي استنى هي ايه المشكلة الأكبر اللي حصلت دي هقولك هي المشكلة الأكبر ولكن الأول هقولك ليس يسموه الباند واجن إفاكت الباند واجن إفاكت أو التأثير الركوب على العربة الوجن دي اللي هي العربة اللي كانوا بيستخدموها في الوايلد وست زماني العربة دي كان بيروحوا بيها المهرجانات كان بيروح بيها لإحتفالات فكان بيبقى دايما الفريق اللي رايح الاحتفال بيركب على الوجن ده اللي هو الباند اللي هي الفريق فالباند واجن اللي هي عربة الفريق فلما كان عربة الفريق دي تمشي في البلد وهي رايحة للمكان الناس تمشي وراها تسمع المزيك تسمع الغنى اللي بيغنوه فالباند واجن إفاكت جاي من هنا إن الناس لما بتشوف غنى بتشوف حاجة عجباهم وتلاقي ناس ماشي وراها تروح تمشي ورا الناس اللي ماشيين وراها بالنسبة للمشكلة الأكبر واللي هحكيها لك في حلقة لوحدها المهم قوي فيها إن إحنا ماشيين بنأعتقد إن إحنا ماشيين في الاتجاه الصح بنأعتقد إن إحنا واخدين المصاري الصحيح والاستراتيجيات الصحيح ولكن في الحقيقة ساعات كتير بتبقى البصلة بتاعتنا مكسورة وده موضوع إحنا تكلمنا عليه في الحلقة اللي فاته تكلمنا على إزاي تتفادى ده ازاي تعرف ان البصلة بتاعتك مكسورة لو ما سمعتش الحلقة دي ارجع واسمعها ولغاية لما اشوفك واشوفك الحلقة اللي جاية شكرا لحسن استماعكم واشوفكم الحلقة اللي جاية